صباح الخير من جديد وكمان من فوائد السلطة رح نحكي شوي عن نوعية الأغذية اللي بتأثر على البثور على الوجه وعلى البشرة بشكل عام مع راند الديسة صباح الخير ران صباح النور كيف تكايتم؟ صباح الخير دعنا أهلا وسهلا راند حمد الله ران شوفي بالنسبة لكل هاي الأخبار والمعلومات اللي بنحكيها مثلا متل فقرتك اليوم متل الحكي عن السلطة الغذاء بعيدا عن بس زيادة الوزن وتخفيف الوزن كل الأشياء الثانية اللي بتتعلق بالقدرات الذهنية بالأمراض بالحالة النفسية بالبثور على وجهها كيف الموضوع يعني متير للانتباه أنه كيف الأكل مش بس زيادة وزن وتخفيف وزنة كيف فيه أشياء تانية حوالي الأكل صح هلا الأكل هو بالعادة يعني المسبب الرئيسي لمعظم الأمراض اللي نحنا بنعاني منها أو بيكون السبب الرئيسي كمان للشفاء من كتير من الأمراض فدائما أنا بحكي البعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء فنحنا لازم نكون بالحمية تبعتنا بطريقة غذاءنا نحافظ على جسمنا بالطريقة الصحيحة هلو يعني يعني أروت وإيت هاي جزء يعني أصح جملة نحكت في العالم مضبوط مية بالمية طيب هلأ عنجت فيه أغذية مربوطة بشكل مباشر بظهور البثور والتي هي من ضمن المشاكل اللي يمكن تأثر على شكل البشرة ونظارتها هلأ كثير أشخاص ما بتعرفوا وكثير علماء ما عم بيقدر يعرفوا أنه شو السبب الرئيسي لظهور البثور على الوجه ما عندي سبب رئيسي ممكن أحكي أنه إذا إحنا عملنا هيك رح يطلع عندي بثور أو حبوب على الوجه ولكن قدروا أنهم يستخلق يعني تكونكلود أنه الحل الرئيسي لنحنا نحمي جسمنا من ظهور البثور وخاصة على الوجه أنه نحنا نتحكم بغذائنا بالطريقة الصحيحة فالحل لمشاكل بثور الوجه مش أنه أنا أعالجها ولكن أحد منها باللبل الأول وأهم الأغذية اللي نحنا ممكن نتأثر على بثور الوجه اليوم رح نتناق رح نحكي عنها والأهم من هيك نعرف أنه كتير مهم نحنا نركز على غذائنا لأنه هو ممكن يكون السبب الرئيسي للظهور كتير بثور على الوجه وليه هي بتظهر على الوجه لأنه هي أكتر منطقة حساسة بالجسم الجلد بيكون فيها حساس خصوصا الوجه مرات تظهر عند الشباب أو عند البنات منلاقي أنه كتير بيكون عندهم بثور عليه أو حبوب عليه ولكن السبب الرئيسي أنه هاي تعتبر أكتر جلد سنستيف أو حساس فعشان هيك بتظهر من خلاله البثور حسنا مثل ما حكيت هي غير مفهومة 100% من قبل العلماء عشان هيك الحل أنه نحنا نحميها للأسف البثور هي بيكون عندي خلل بإفراز الزيوت عندي بالغداد اللي بتكون بالجلد فبالعادة الغداد الموجود عندي بالجلد تفرز زيوت أي عائق لإفراز هاي الزيوت رح يظهر عندي بثور على الوجه أو على الجسم الأكل بشكل رئيسي بيتعلق بالموضوع ونحنا نزلنا مثل تيزر صغير على صفحة دنيا يا دنيا كنت بسأل الأشخاص فيه أنه تعتقدوا إذا نحنا أكلنا كتير مكسرات خلال اليوم رح يؤدي إلى ظهور البثور على الوجه أو لا والأشخاص ما عرفت إيش جواب الصح 50% كان نعم 50% كان لا لهذول الأشخاص نعم زيادة استهلاكنا للمكسرات خاصة أنها بتحتوي على الأوميغا 6 الدهون الأوميغا 6 نحنا منسميها بتزيد من ظهور البثور على الوجه فللأشخاص اللي عم بتعاني من جلد حساس أو بشرة حساسة بدي أمتنع عن تناول المكسرات بشكل كتير كبير وعن كل هاي الأغذية اللي بنا نتناولها اللي قدامنا هو واضح أنه في أشياء يعني معظمها بنقدر نحكي أن الخبز واللبن ماشي الحال غير صحية مظبوط يعني الغير صحية سيئ على كل النواحي صح طيب زي شو أوكي لنبلش فيهم واحدة واحدة أولاً اللي نيجي نحكي عن الخبز محنا قبل مرة استعرضنا مادة الجلوتين اللي بتكون موجودة بالخبز واللي هي المادة المطاطية لبروتين اللي بيعطيه القابلية للتمدد للخبز حالاً الغلوتين الموجود بالخبز مش بس بيعمل حساسية للأمعاء ولكن في عندي دراسة جديدة بتثبت أنه نفس تأثير الغلوتين على الأمعاء وليح نسميها السلياك ديزيز أو حساسية الغلوتين هي نفسها حساسية الجلد فالأشخاص اللي عم بتعاني من مشاكل بالجلد بدي أبعد عن الغلوتين بكل أشكاله مخبوزات باستا خبز شو من كان فيه غلوتين رح يأثر ورح يعمل عندي التهاب بالجلد ورح يؤدي إلى أنه يظهر بثور عندي على الوجه يعني هذا رند بشكل مباشر يعني الأشخاص اللي عندهم حساسية يعني يشترط أنه يكون عندهم حساسية من الغلوتين أو لا؟ لا ولكن بالمعظم الأشخاص اللي عندها حساسية من الغلوتين بالعادة الغلوتين بأثر عندهم على الجلد والأشخاص اللي عندهم جلد حساس بالعادة بيكون سبب بثور الوجه منه اللي هي الغلوتين يعني هكذا الأشخاص ممكن يجربوا يعني ما يكون مثلاً فيه مثلاً نوع أغذائي بيأخده هو بيأخده كثير ويجرب أنه يخفف منه أو يقطعه مثلاً مدة أسبوع أسبوعين ثلاثة ممكن يدائماً في التجربة ممكن أنه يشوف الأثر على جسمه مئة بالمئة غير هيك في عندي فحوصات اللي نحن بنسميها الفود انطولرنس أو حساسية الأطعم المختلفة ممكن نحن نعمل هذا الفحص ولكن للأشخاص اللي مش حابة تتكلف فيه ممكن نحن نعمل فكرة أنه نحن نبعد عن هذا الأكل لمدة أسبوعين متواصلين ونشوف الرزالت أو النتائج عندي على الوجه أو على الجسم ونقدر أنه نحن نصير نعرف شو نستبعد من أكلنا تمام تاني أهم الأغذية اللي نحن نفكرها كتير صحية اللي هي الألبان الأجبان بجميع أشكالها وكمان الحليب اللي ما بنعرفه أنه الحليب بيحتوي على الكيزيين والوي بروتين هو نوعين من البروتين بتمركزوا به الألبان والحليب واللي رح نحكي عنهم بفقرة إن ديتيلز ولكن هاي البروتينات تعمل خلل بالهرمونات وخاصة عند النساء فممكن أنها تكون سبب لظهور البثور على الوجه وما ننسى كمان أنه الحليب ومشتقاته بيحتوي على نسبة عالية جدا من السكر كوب الحليب فيه نفس النشويات تقريبا كنصف هاي أو الربع هذا من الخبزة بالضبط ففيه نسبة سكر عالي السكر بيعمل على ارتفاع مفاجئ للإنسولين بالجسم اللي بيأدي للإنفلميشن أو الالتهاب اللي بتأدي إلى ظهور البثور على الوجه إذن اللبن بمشتقاته والحليب بمشتقاته بدنا نتبع نظام غذائي خالي من الألبان والأجبان ورح نحكي عنه بالتفاصيل بشهر واحد بفقرة كاملة عن الحليب وشو هو الدايت الجديد اللي عم بينصحوا أنه نستبعد الحليب من أكلنا أوكي تمام موفينج آن للأيس كريم طبعا هي مش جو الأيس كريم ولكن كان لازم أني أجيبه معهم كان لازم نحكي عنه لأنه الدراسات بتثبت أنه المسبب الرئيسي لبثور الوجه هي البوضة أو الأيس كريم لأنه المستوى السكر اللي فيها جدا مرتفع ونحن ما بنعرف أنه مستوى السكر اللي فيها ثلاث أضعاف الموجود بالشوكولاتة العادية بس ما بنحس بالطعم السكر القوي لأنه بالعادة لما يكون المأكولات باردة نحن ما بنستطعم بالسكر قدما لما تكون سخنة بالضبط بالعادة لما نحن نتخلص الأيس كريم وندوق هاي اللي بتكون مثل المي بآخرته نلاحظ أنه طعمها كتير حلو كتير فيه سكر وأنا ما بقدر أتحمله فهاي بنلاحظ أنه كمان هي سبب رئيسي لظهور البثور على الوجه إذا نبعد كمان عن الأيس كريم يعني عمرت ركزي شوي على السكر بالمبدأ على السكر وكل المأكولات اللي بتزيد من الأنسولين بالجسم اللي هو الهرمون اللي بيتعامل مع السكر فنحن بدنا نبعد عن أي شي بيعمل ارتفاع مفاجئ لنسب الأنسولين عندي بالجسم تمام روابع عنه اللي أكيد كتير أشخاص بتحبه خاصة المراهقين اللي هو التشيبس أو البطاطا المقلية غير عن أنه هي بتحتوي على نسب عالية جدا من الزيوت لأنه هي بتنقلة بزيوت متعددة هاي الزيوت بتعطيني أوميغا سيكس ارتفاع الأوميغا سيكس مرات الأشخاص بتفكره جيد ولكن ارتفاعه أكتر من الحد اللازم رح يقدي أنه نحن يكون عندي بثور على الوجه وخاصة أنه فيه نسبة نشويات كتير عالية طبعا غير ما نذكر أنه يعني شافي له فايدة أبدا للأسف طبعا هو التشيبس من المأكولات اللي نحن نسميها أمتي كالوريز يعني خالية من الفوائد ولكن مليئة بسعرات الحرارية نحن سريع محكولنا أنه الوقت تقريبا نخلص بصير لو سمحتي أنه نكملهم بسرعة طبعا آخر نوعين واللي هو المشروبات الغازية المشروبات الغازية لأنه فيها سكر الفروكتوز بالإضافة للغلوكوز أكيد بترفع من مستوى الأنسلين وتأدي لبثور الوجه نعم ولما محبين للشوكولت أنا هون جايبي معي شوكولت ملك أو اللي فيها حليب طبعا أكيد بتزيد لأنه فيها حليب كتير عالي فيها سكر عالي فالاستبدال الأفضل رح يكون الدارك تشوكولت أو اللي هي الشوكولاتة الداكنة اللي ما فيها سكر عالي وبنفس الوقت ما فيها حليب حلو كتير شكرا كتير راند شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم